اليوم رح نركز على تمرين بناءً على طلب الكثيرين تمرين جداً قوي وعن جد رح تلاحظوا نتائج إن شاء الله مع المدة ومع الاستمرارية في تعزيز ثقتكم بنفسكم، قوة شخصيتكم وأيضاً رفع تقديركم وقيمتكم لحالكم في شوية مبادئ ومفاهيم لازم تكون واضحة لإلنا قبل ما نحكي في التمرين وهي إنه نتذكر إنه إحنا مخلوقات تبحث عن الرزق فرحلكنا في الحياة عبارة عن رزق حتى كما بدأ طفل صغير بدنا نشرب الحليب، بدنا حدا يغيرنا، بدنا حدا ينيمنا، بدنا حدا يحضننا فبالتالي دائماً هناك احتياجات وأرزاق نبحث عنها وبرنامج الثقة بالنفس هو برنامج موجود جواتنا بالفطرة يعني لو ما كان موجود لا قدرنا نتعلم كيف نحكي ولا كيف نمشي ولا أي أمور كتير أجزناها ونحن صغار لكن إيش اللي بيصير فينا؟ اللي بيصير فينا إنه خلال حياتنا بنتعلم أنه نربط قيمتنا، ثقتنا بحالنا حتى شخصيتنا، هوياتنا المختلفة بالنتائج اللي بنحصل عليها فثقتنا بتصير تنبنى على مدى أنه هل احتياجاتي أنا كشخص عم تتلبى؟ أوكي ثقتي منيحة، ما عم تتلبى؟ معناته أنا ثقتي رح تنهز أصحابك من الممكن صاروا ينادوك وتطلع معاهم، ثقتك صارت كويسة، بطلوا ينادوك وصاروا يطلعوا لحالهم، فبلشت تشوق في قيمتك لنفسك وثقتك بحالك أنت كشخص يجوك خطابين كتار فثقتك بنفسك ارتفعت وارتفعت قيمتك لحالك ولما ما حدا خبط بابك على طول انهزت ثقتك جواتك عائق الوحيد ليه؟ انهزاز ثقتنا بأنفسنا الداخلية أو حتى قيمتنا لحالنا بتطلعوا تنزل تقيمنا لحالنا سواء كنا شخصية قوية أو ضعيفة لما بيصير في عندنا تظهر نتائج معينة عكس ما نريد أو من الممكن ما تظهر النتائج اللي بدنا إياها وحتى من الممكن أنه نصير نخاف من حالنا أنه إذا عملت هيك من الممكن أنه أنا أندم على هذا الشي ما بدي أكون سبب أني أضر حالي بيديه وبالتالي هذا أيضا بيصير عندنا نوع من الخوف تجاه أنفسنا أنه إحنا ما بنعرف كيف نتصالح مع نفسنا داخليا كيف ما بننسى ألد عدو لإلنا والشيطان اللي ما بيصدق أنه يلاقي النقطة ضعف فواحد فينا ويبلش يوسوس ويكمبر الموضوع أكتر في ذهنه ويخوفنا أكتر بتعزيز عدم ثقتنا بحالنا أو تقليل قيمتنا لحالنا وأنه عدم تجلي الأرزاق ونظلنا نطلع بالنقص اللي حولينا لأنه صار في داخليا جواتنا خلال تنشئتنا والبرامج اللي اتشكلت جواتنا فجوة ما بين ربط ثقتي مع ثقتي بالله وأيضا ربط قيمتي مع أنني أنا خليفة الله في الأرض فلذلك التمرين اليوم رح نكسر فيه كل هاي الحواجز والبرامج الأديمة فبدي ياك تكون محضر نفسك ويكون يفضل أنه يكون قدامك مراية ورح أسألك أسئلة معينة وهذه الأسئلة ينبغي أن تجاوب عليها بنعم بكل ثبات وقوة وثقة ورافع راسك وفارد اكتافك ويكون صوتك عالي وإنت عم بتجاوب أي مواقف ونتائج وذكريات بتقولك لأ لهذه الأجوبة تخيل نفسك كأنك إنه يوم معاك هاي الورقة وماسكها وبترميها لأنها هي لن تحدد ثقتي بنفسي ولن تحدد قيمتي لأنهم هم ثابتين ولن يتغيروا على حسب النتائج بالتالي ما ببلش أسأل الأسئلة وتقولوا نعم ونقول أكمن سبب ليه نعم ومن ثم طبعا هاي الأسباب رح تزيد معنا خلال المدة ومن خلال التمرين وممارسته ومن ثم نضيف عليهم جملة حتى لو حتى لو صار كذا كذا ما بتفرق مش نهاية الكون مش نهاية العالم هي مستمرة أنا لاستعايش غيرها من الجمال اللي تأوينا داخليا وتعطينا هيك الثقة وآخر إشي حنحكي جملة إنه حتى لو كانت النتيجة عكس ما أريد وليست كما أتوقع أو لم تظهر النتيجة اللي بديها لكن بتحكي بقوة ثقتي بالله أعظم من أي نتيجة في هذا الواقع رهزين بالصوت هيك القوي والشديد والسؤال الأول هل وجودي له أهمية وقيمة؟ نعم ليه لأن ربنا ما خلقني عبثا وأنا خليفته في الأرض وأنا خلقت لأعبده وأنا لي أدوار مختلفة في حياتي وتذكر أشياء تحسزك بوجودك وقيمتك لأنه أنت مش مجرد نقطة أو مجرد شيء في هذا الكون لا أنت كيان بحد ذاته طاقة بتبث الخير أحكيها بكل قوة وحزم وبعدين بنكمل أنه حتى لو الناس أو المواقف أو النتائج لم تعزز هذا الشيء فهو ليس نهاية العالم وليس نهاية الكون وأنا مستمر في السعي ولن أسمح لأي شيء يخليني أوقف ولأنه يحسسني بأنه أنا وجودي ما إلي أهمية أو ما إلي دور في حياة الآخرين بالعكس الناس اللي ما حتقدت هذا الشيء هم الخسرانين مش أنا بعدها مننهيها بالجملة وهي أنه حتى لو ظهرت نتائج عكس ما أريد أو لم تظهر نتائج معينة فأنا ثقتي بنفسي وثقتي بالله لن تنهز من نتيجة وأي مواقف ذكريات أفكار بتعاكس ذلك تمسكها هيك وتتخيل حركة ترميها أو بتقول لنفسك أنه حتى لو أهلي ما عطوني قيمة لوجودي شو يعني ذلك أنا ما إلي وجود ما إلي قيمة وحتى لو صحابي وأنا الطفل الصغير وحتى لو إخواني شو مما كان يكون لن أحد يقرر أهمية قيمة ووجودي غير الله وربنا قرره فأنا موجودة على هاي الأرض هل أنا في نظري شخص رائع نعم أنا شخص رائع ومميز لأن أنا خلوق وعند قيم وأخلاقيات وصادق وإنسان كريم وإنسان معطاء ومساعد وطيب وقلب كبير احكي شو ما بدك تغزل في نفسك وبعدين بتيجي بتقول لحالك أنه حتى لو الناس لم ترى هذا الجانب الرائع اللي فيه وحبوا يطلع على الأمور السيئة أو يطلع على الجانب السلبي فهي مشكلتهم مش مشكلتي لأنني أنا إنسان رائع والناس اللي حتحبني كما أنا حتحبني وتشوفني بالطريقة الجميلة اللي بشوفيها نفسي وننهيها بجملة زي ما حكينا أنه حتى لو ظهرت نتائج عكس ما نريد أو ليس كما نتوقع فثقتي بنفسي وثقتي بالله لن تهزها أي نتيجة هل أنا مقبول كما أنا؟ نعم بدون ما تعمل أي مجهود أنا مقبول لأني أنا إنسان ليست كامل وما في حدا كامل وكل شخص فينا عنده عيوب وفي أشياء للتطوير وأشياء قوة وجمال الشخص يختلف من شخص للتاني والأرواح جنود مجندة فبالتالي من لا يتقبلني لا يعني ذلك بأنني لست مقبول وإنما مقبول للناس اللي بتستحق تكون في حياتي فبالتالي ينبغي أن لا أبدل مجهود عشان الناس تقبلني كما أنا أو تحبني زي ما أنا وحتى لو تأتأت في الكلام ويدي رجفه حمره الشيء أو عملت أي شيء تاني والناس نفرت منه لا يعني ذلك بأنني أنا غير مقبول بتأشرع حالك أن الناس تقتقبلني كما أنا فاللي بدي تقبلني زي ما أنا أهلا وسهلا الذي لا يريد أن يتقبلني مع السلامة لأنني أنا لم أخلق لأبهر أي حدا ولا إني حتى لأبدل مجهود حتى إني أخلي الناس تحبني أو أشتري حبهم أو تقديرهم أو اهتمامهم فيه ونرد نعيد الجملة أيضا أنه حتى لو ظهرت نتائج عكس ما أريد أو ليس كما أتوقع فثقتي بنفسي وثقتي بالله لن تتغير أو لن تهتز لأنها أعظم من أي نتيجة هل صوتي له أهمية؟ نعم لأنه أي فكرة أي تجارب عندي أي خبرات لها أهمية فما أحد عاش قصتي لأنه أنا احتياجاتي وتعبيري عن نفسي جزء كتير مهم لي حتى لو الأشخاص لم يعجبهم كلامي ولم يعجبهم سؤالي ولم يعجبهم المواضيع اللي بفتحها فذلك لا يعني بأنني إنسان ليس لدي كارزمة أو لست شخص مؤثر أو لست شخص محبب السماع له ونرد نأكد أنه حتى لو ظهرت نتائج عكس ذلك هل أنا أستحق الخير والنعم وتجلي الأمور الرائعة في حياتي وتجلي القيم اللي بديها في العلاقات وبأي شيء؟ نعم أنت تستحق ربنا لما أسمى الأرزاق أسمىها بشكل عادل ولا يني ذلك بأنه أرزاقك أقل من أرزاق الآخرين أو أستحق أقل منهم لا أنا أستحق كل شيء وحتى لو الناس ما أعطتني احتياجاتي أو الناس عملتني بطريقة مش بتقبلها أو أنه ما كانوا ضمن ثقوف توقعاتي أو علاقة لم تكن بتضيف قيمة لحياتي فلا يعني ذلك أنني لا أستحق ولن أسمع لهذه المواقف أنها تخليني أقل من إيمت أو تقلل من ثقتي بنفسي لأنه هم الخسرانين في النهاية هم ليسوا رزقي وأنا لست رزقهم ونعيد الجملة أيضا أنه ثقتي بنفسي وثقتي بالله لن تتزعزع هل احتياجاتي مهمة؟ نعم واحتياجاتي مهمة قبل الآخرين أنا ما رح أعطي الناس احتياجات قبل أني أتأكد أنه احتياجاتي داخلية ملباة وحتى لما بدي أعطي الناس ينبغي أنهم يعطوني زي ما بعطيهم من نفس المستوى وأنا ما رح أعطي الناس بشكل كتير كبير عشان يحبوني أو عشان يهتموا في عطائي سيكون هو عبارة عن زي ما بقول الكرزة على راس الكيكة لكن ينبغي أنك تتقبلني أنا كما أنا بدون ما أني أنا ألبي احتياجاتك لأنه الاحتياجات هي طاقة متبادلة خلال العلاقة وليست أساس العلاقة ولن أخاف ولن أقلق من أنه أي مخلوق على وجه الأرض حتى لو كم بحبوا ما يلبي لي احتياجاتي بأنه أنا أشعر بأنني في حالة من النقص فأنا عارفة أنه هو ليست مصدر تلبية احتياجاتي وإنما ستتلبأ احتياجاتي بأمور تانية مختلفة من خلال أشخاص تانية مختلفين ونرد نكرر الجملة الأخيرة بثقتي بنفسي بثقتي بالله هل أستطيع أن أحفز نفسي وأشجعها؟ نعم لأنه أنا ما رح أستنى لا الأمور أو النتائج أو الناس هي اللي تشجعني وتحفزني أنه أنا أستمر أني أنا أكون سعيدة وأني أكون في حالة من الراحة البال وأني عزز المشاعر الحلوة جواتي لا أنا بشجع نفسي وبحفزها لما الأشخاص اللي حوالي يكونوا محبطين قالنا معكم ما رح أسمع لكم لما الأشخاص اللي حوالي يحاولوا أنهم يقللهم وينتقدوني أو يحبطوني من نواحي التصرفاتي لا خلي هذا الكلام لنفسك كنت في اجتماع وعندي رأي معين أو سؤال معين بشجع نفسي وبحكي وبحفزها عادي حتى لو بدهم يفكروا أنه سؤالي أو تعليقي ما إلو داعي أو ما إلو معنى مشكلتهم مش مشكلتي أنا رجاء دايما استخدمهم مشكلتهم مش مشكلتي أنا عندي تعليق معلومة بتكون تستفيدوا أهلا وسهلا ما بتكون تستفيدوا فبالتالي أنا بدي أحكي في موضوع بدي مثلا أعبر عن نفسي عبر عن نفسك أنت اللي بتشجعها تحكي حتى لو الكلمات مش موجودة معاك معلش بمسك ورقة وقلم وباخد نوت وببلش أحكي بصوت عالي حتى لو أنه من الممكن نسيت كلمة أو نقول معرفتش كي شو الأفضل أحسن جواب لا جواب بغض النظر ما فيش شي اسمه أحسن جواب وأنا لما بعمل أي شغلة فبالتالي أنا واثق من النوايا تبعتي مش مستني نتيجة منك أو تشجيع أو تحفيز أو مستني أنك أنت تقدر هذا الشي فلما تكون عندي النوايا واضحة مش عم بستنى إشي بالمقابل فبالتالي هنا ترتفع ثقتي بنفسي أنه أنا عم بعطيك بدك تعطي أهلا وسهلا ما بدك تعطيك أنا حوقف أعطاء ونعزز أيضا ونكرر جملة أنه ثقتي مع الله وثقتي بنفسي ثابتا لن تتغير هل أجد سهولة في التعامل مع الآخرين نعم أنا أتعامل معهم وفق أخلاقياتي وفق قيمي وفق تفكيري عجبهم أنه أنا بتعامل معهم بهذه الطريقة أيضا أنا وزالا لم يعجبهم مع السلامة فبالتالي أنا بغض النظر حتى لو الشخص بده ينتقد بده يستفز بده يعمل أي شيء أنا قادر أني أستعيد توازن النفسي بأني أنا أعتبر أنه هناك مشكلة فيهم وليست فيه فبالتالي لا أخاف أني أنا مثلا شخص يجي يحكي لي كلمة أو يرمي لي كلمة جارحة لأن الموضوع مش موضوع أنه أنا فيه شي سيء أو فيه عيب وإنما هم قرروا أنهم يسقطوا النقص اللي فيهم علي وأنا لن أسمح لأحد أنه يسقط ذلك الشيء فيه فلن أتأثر بتصرفاتهم وأفعالهم وإنما أركز على نفسي وأحمد الله أنني لست مثلهم هل أنا أولوية؟ نعم أنا أولوية دائما سأعطي نفسي صحتي وطاقتي ووقتي أهمية كبيرة وأركز وين عم بحطهم في دراستي في شغلي في أحلامي في طموحاتي في أي شيء حتى الأمور اللي بتسعدني لازم أعملها وقت عشان أحقق هذا الشيء والأشخاص اللي بتهم يجوا يخلوني أنا أولوي في حياتهم أهلا وسهلا بخليكم تجفوا راسي الناس اللي بتهم ما يخلوني أولوية في حياتهم أنا برضو ما رح أخليكم أولوية في حياتي فبالتالي أنا لن أشحت منك ولا أنت تشحت مني أنت بتعطيني أنا بعطيك وأيضا أنه حتى لو كنت أتوقع من شخص أنه يعطيني أكون أولوية أو من الممكن خزلني حبطني فأنه لا يعني ذلك نهاية الكون أو العالم أو أني أنا لا أستحق أني أكون أولوية في حيات العالم لا أنا أستحق أني أكون الأولوية لأنه زي ما أنا بعطي الناس أولوية ينبغي أنهم يعطوني الأولوية ونقول أنه هذا لن يهز ثقتي بنفسي ولا ثقتي باللعب هل أثق بنفسي وقرارتي واختياراتي؟ نعم لأنه كل قرار وكل اختيار كان بناء على الوعي الموجود عندي لا يعني ذلك بأنني إنسان غبي أو فاشل أو بنتحك عليه أو بيستغل لا لأنه كل شخص فينا لديه وعي وهذا الوعي اللي هو كان بناء على معلوماتي وخبرتي وكل موقف مش عيب أني أغلط فيه مش عيب أني أفشل فيه مش عيب أنه قراري يكون غلط وعادي بحكيها بصوت عالي أنا قررت غلط شو صار؟ ما أنت بتقرر غلط وأنت بتختار غلط فبالتالي أنا أسامح نفسي لأنها تستحق المسامحة لأنه ربنا أعطاني الرحمة ولن ألوم نفسي على تصرف غلط عملته أو أعد أحرق دمي وعصابي هذا التصرف ظهر مني وعتزرت وانتهى الموضوع قبل الناس اعتذاري سامحوني أهلا وسهلا إذا ما سامحوني معناته المشكلة مش فيه المشكلة في مقدارهم على التسامح والرحمة الموجودة في قلوبهم ومن الممكن خروجهم من حياتي كان لمصلحتي هل أتقبل فكرة أن أتعرض للرفض؟ نعم لأنه في النهاية الأمور التي ترفضني ليست لمصلحتي وإنما سيأتيني ما هو متوافق معي حاليا شخص رفض مساعدتي شخص تركني من العلاقة شغل ما زبط لي عادي دايما أكون واعية وواثقة داخليا بأنه الرفض ليس شيء شخصي وإنما هي عبارة عن من الممكن هذا الشيء الذي أتمنى ممكن يكون شغل إلي ممكن يكون مش بمصلحتي فلذلك ثقتي بنفسي وثقتي بالله لن تهزها أي نتيجة هل أستطيع أن أعزز الشعور بالأمان والاطمئنان والاستقرار؟ نعم لأن أماني واطمئناني واستقراري ليست من الأشخاص اللي حولي وإنما مع الله جايين تهزوا الأمان والاطمئنان الله معاكم بحاول أني أرسم الحدود معاكم وأتعامل معكم في حدود الأم اللي أنا بقررها في حدود يرجع فيه بالمنفع ما يكون مضرة لإلي وبالنسبة لإلي أنه أنا دائما أي شيء بدو يضري بستعين بالله أي شيء من الممكن أزيد يجيني بستعيذ بالله أنه يبعد عني وأنسفوا عني وحتى لو ظهرت مواقف من أشخاص معينين فيها نوع من عدم الاستقرار والشعور بالأمان والاطمئنان مثلا شخص يهددك بأنه يتركك شخص مثلا جاهلك شخص يستفزك شخص يحكي لك كلام جارح فبالتالي لن أسمح لأي حدا يجرني معا للقاع الله معك أنت والقاع الحكي بدخل من هون وبيطلع من هون ولن أجعل ذلك يهزقتي بنفسي بأنه أنا مضطرة أني أرد عليك حتى لو ردت أو ما ردت ثقتي وقيمتي لنفسي لن تتغير فالمشكلة فيك وليست فيها بالنهاية مهما ظهر أي موقف من الممكن ما حعرف أتعامل معاه فربنا عم بيحضرني وحيكون واقف جنبي يساعدني أني كيف أتعامل مع هذا الموقف فإنه العسر ما رح يجي معاه إلا اليسر لأنه بتنزل معاه رحمة الله فبالتالي أنا أحسس ثقتي بنفسي إنه شو ما صار إن شاء الله شو ما صار ربنا رح يعطيني القدرة والوسع والتكليف والعلم والخبرة لحتى أني أعرف أني أتعامل مع هذا الشيء لكن لازم أني أنا أطلبه من ربنا أنا عندي نقاط تحتاج إلى التطوير نعم لكن لا تحكيها بنوع من الانكسار إنه أنا مشكلتي إني أنا ما بعرف أجاوب لا عادي بعرفش أجاوب في أوقات معينة مش كل الناس بتعرف أجاوب مشكلتي إنه أنا بخجل كتير قدام الناس لا عادي أنا مش كل الناس قدامها بخجل من الممكن فيه ناس معينين بخجل قدامهم لكن لا يعني ذلك بإني أنا رح أخاف منهم لأن يعني حتذكر إنه أنا وياهم في يوم من الأيام حنكون ميتين فلا هم أحسن مني ولا أنا أحسن منهم الشخص لما بدي يجحكم عليك هو مشكلته هو اللي هيكسب إما زنب أو هيكسب حسنة مديرك عادي غلط تصرخ لشو ما أثق في حالي لا كلنا منغلط وبتحكي بكل ثقة إنه لو سماحت إحنا كلنا منغلط ما في داعي إنك سرخ عليه قدام موظفين خليك واثق من حالك خحط الحقوق ضع عبر عن نفسك اكسر أي حواجز للخوف دايما نقول لنفسك إنه شو بدي يسير بده يطلق عليه حكم سيء بده يحبسني بالسجن بده يحكي عني بطريقة سيئة شو بدي يسير مش نهاية الكون ولا نهاية العالم لأنه من أكتر الأمور المدمرة داخلياً بندمر فيها نفسنا أول إشي لما بنصير المصدر للتخويف حالنا الشغلة الثانية عندما نصبح مصدر لجلد ذاتنا فرجاء رجاء راقب هدولي الشغلتين اللي هم مدمرين للثقة بالنفس وقيمة النفس لما تدخل فيهم على طول وقف نفسك قول لا أنا ما بستحق هاي المعاملة بيني وين حالي أنا بستحق أحسن من هيك بستحق الرحمة حتى لما ببلش إني أخاف على طول بقطع بقجب أقول أسأل دايماً استعيذ عوضي بنا مش طان رجيم عوضي بنا مش طان رجيم شو 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 احكي معاه شو جاي تخوفني جاي تهز ثقتي بنفسي جاي تهز ثقتي بربنا جاي تخليني أشعر أنه أنا شخصيتي ضعيفة وأنه ما رح أقدر أتمكن أنه لما يصير هذا الشي فدايماً حاول أنك دايماً تكون واعي أنك ما تقع بفخ دولة الاتنين وإن شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا اليوم ورجاءً اعملوا التمرين هذا بشكل يومي ترجمة نانسي قنقر